اشتركوا في القناة المرحوم العالم الجليل فضيلة الشيخ باه الشيخ الطالب بويه الخليفة العام للطريقة القادرية ذات السند الفاضلي بالجمهورية الإسلامية الموريطانية الشقيقة وغرب إفريقيا والذي لبى داعي ربه في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيلة في الخبر الوطني صدقت لجنة الاستثمارات في دورتها الخامسة والثمانين على خمسة عشر اتفاقية وملاحق لمشاريع استثمارية بأكثر من عشر فاصيل تمانية ملايير درهم وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة الاستثمارات تدارست خلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيزة خنوش اليوم الأربعاء بالرباط سبعة عشر مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات وصادقت على خمسة عشر منها بقيمة نجمالية قدرها عشر فاصل تمانية ملايير درهم مما سيمكن من خلق الفين وتسيمائة وسبعة مناصب شغل مباشر وغير مباشر وأضاف المصدر ذاته أن قطاع الاتصالات يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تدارستها هذه اللجنة بقيمة تبلغ خمسة فاصل سبعة ملايير درهم أي ما يقرب من 53% من إجمالي الاستثمارات المرتقبة متبوعا بقطاع الصناعات بقيمة استثمارات تقارب 3.2 مليار درهم دوليا اتهم الكريملين اليوم الأربعاء أوكرانيا بالتراجع عن التزامات قطعتها خلال محادثات السلام وقال إن ذلك له تبعات سلبية على المفاوضات وقال ديمتري بيسكوفا المتحدث باسم الكريملين إن وطيرة المحادثات لم تعد جيدة بما يكفي وأن الكرة في ملعب كييف بعد أن سلمت روسيا وثيقة للجانب الأوكراني وأضاف أن موسكو تنتظر ردا عن ذلك قالت خدمة حرس الحدود في أوكرانيا إن أكثر من 3 ملايين لاجفر عبر الحدود التي تسيطر عليها أوكرانيا هي أسوأ أزمة لاجئين في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وقال المتحدث باسم دائرة حدود الدولة الأوكرانية أن هناك أيضا زيادة في عدد الأشخاص العائدين إلى أوكرانيا على الرغم من أن هذا العدد لا يزال ضئيلا مقارنة بالفرار من الحرب وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن البيانات تظهر أن أزاد من 5 ملايين شخص فروا من أوكرانيا بسبب النزاع القائم مع روسيا أرد حضر تجول في وسط سيرلانكا اليوم عشية مقتل شخص في احتجاجات مناهضة للحكومة في الجزيرة التي تعيش أزمة اقتصادية حدة ووعدت الحكومة بإجراء تحقيق في اتهامات ضد الشرطة باستخدام القوة المفرطة لتفريق الاحتجاجات ضد نقص الوقود والارتفاع الأسعار قررت الحكومة الصينية تقدم مساعدات إنسانية طارية إلى سيرلانكا لمساعدة البلاد على مواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تجدازها وفق ما أفادت الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي سيرلانكا تمر حاليا بأزمة اقتصادية حادة تتميز بنقص النقد الأجنبي والوقود وإمدادات نساسية أخرى إلى جانب ارتفاع مستوى التضخم نهاية هذا المجز تفاصيل أوفا عن أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني إمفانتكات تيفي وإما